يعني ندوى الصحفي أخذت حسة الأسد منها هي قائمة التي وجهها الناخب الوطني تحسب لمباراة المزدوجة أمام النيجر لحساب تصفية كأس أمم إفريقيا لكن يجب الوقوف عند نقطة أشادة بها كثير الناخب الوطني وهي اختيار اللاعبين للمنتخب الوطني في نفس الوقت الذي تلقوا فيه استدعاءات من منتخب فرنسا وهذه سابقة تاريخية لم تحدث من قبل وقال الناخب الوطني جمال برماضي أنه منذ لاعب المتخب جبهة تحرير الوطني لرحمه الله زيتوني ومخلوفه ربي طول عمره لم تحدث هذه السابقة لعبين يقولون لا لفرنسا ويختاروا الجزائر لذلك يجب احترامها أولا اللاعبين في انتظار ما سيقدم لها الأرضية الميدان ويجب يعني الإشادة بالعمل كبير الذي قام بها يعني جمال برماضي وأيضا الاتحاد الجزائري لكورة القادمة لإقناع هؤلاء اللاعبين لأنه تتعرف يلعبون في فرنسا وفي اندية تلقونا ضغوطات كثيرة لكن مع ذلك يعني اختاروا منتخب الجزائرين نتمنى أن يقدموا الإضافة على أرضية الميدان وهو الأهم حدث أيضا عن التكوين وقال لما لا تأخذون العبرة من خارض الذي يعني قدم الكثير للمنتخب الوطني ويعني أنشأ وكون لعبين في المستوى أكيد خطر أن النخب الوطني جمال برماضي هو متابع يعني للأحداث الكوروية وكان يعني أكيد تتبع يعني فجة الأخيرة التي أثرت حول احتراف تلاثة من لعبي بارادو في اندية قطرية وتم الزج باسمه في القضية لذلك وجه اليوم رسالة يعني مباشرة للأشخاص الذين ينتقدون أكاديمية بارادو الذين يرمونها يعني بالسهام لأنه عوض الانتقاد عليكم يعني العمل ويعني الاقتداء بأكاديمية بارادو التي صارت اليوم تملك لعبين في مختلف الفئات منتخبات الوطنية وأيضا في المنتخب الأول لأنه لما ترى اليوم بوداوي زرقان قادر يرامي بن سبعيني وحتى يعني عطال لو لم يكن موصف يعني كلها أسماء جاءت من أكاديمية بارادو اليوم هي في المنتخب الأول هو يعني عمل كبير تستحق هذه الأكاديمية